تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عددا من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية وذلك بحضور سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات وأكد الحواج أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة وتحقيق الأهداف المنشودة وذلك ضمن برنامج الحكومة مشيدا بمستوى الإنجاز المتحقق لتنفيذ تلك المشاريع من جانبه نوها محافظ المحافظة الشمالية بالحرص على مواصلة تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل تحسين الخدمات مشددا على أهمية الزيارات الميدانية للإطلاع على سير العمل في المشاريع التنموية التي تحقق الرؤى والتطلعات المستقبلية والمستدامة عبر التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون البناء ترجمة نانسي قنقر